جدو يا جدو سيك يا حبيبي عمل ايه وحشتني قوي يا جدو توتا حبيبتي كنت فين سيك عملة ايه سيباني لك اده الوحدي معلش يا حبيبي انا كنت في المدرسة ولسه رجعة انت عايز حاجة عايز احكيلي القصة حلوة قوي تعالي عودي هنا جنبي وهحكيها لك وهحكيها لأصحابنا الحلوين قولي يا جدو بسرعة انا بحب اسمع حكاياتك قوي كان يا مكان في سالف العصر والقوان وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان يا مكان كان فيه ارنب وسلحفة الارنب والسلحفة اتفقوا مع بعض انهم يعملوا سباق فالارنب قال للسلحفة انا لهزبائك لاني اسرع منك فالسلحفة قالت له طيب اما نشوف فالارنب والسلحفة بدأوا استباق جاء الارنب جري وقال انا هزبق وما اني انا اسرع منها فانا هزبقها فبعد شوية بص وراه ما لقاش السلحفة قال يا ده انا سبقتها بمسافة كبيرة اوي انا هاعد بقى ورايح شوية عبالها معي ايه ما تيجي فراح جاي الارنب وقاعد تحت الشجرة ونام فضل نايم شوية كتير والسلحفة راح جاية وصلت وعدته وراحت وسبقته كمان بعد شوية فاق الارنب وبص ملقاش السلحفة لسه وصلت قال يا ده لسه السلحفة بطيقة اوي ده لسه ما وصلتش انا باعها هكمل انا وهزبقها سبق الارنب وجري وهو لسه بيعدي خط النهاية بيبص لا السلحفة قاعدة جوه الكاس فبص للسلحفة وقال لها ايه ده ازاي يا سلحفة انت سبقتيني قالت له ما هي دي نهاية الغرور يا ارنب انت المفروض ما تبقاش مغرور وما تستهونش باللي اقل منك المفروض ان انت تبقى بني ادم متواضع وما تتغرش بامكانياتك ودائما تقلق في حسابك مواهب الناس وامكانياتهم هيا توتا ايه رأيك بقى في القصة اللي انا حكيتها لي دي ويا ترى فهمتي منها ايه طبعا يا جدو القصة جميلة اوي اوي وانا فهمت منها ان المفروض اني مكونش مغرورة واني اكون شخص متواضع واحب الناس كلها وشكرا اوي ليه يا جدو وانا بحبك اوي اوي